معنا سواء اللي عنده مشكلة زي دي ومحتاج مساعدة الناس الطيبة فبيتواصل مع دين الحياة وفي نفس الوقت ايضا بشكر كل من يساهم ويساعد في سرعة الانتهاء من هذين المشروعات الخيرية الطيبة فبشكر الطرفين اللي احنا في النهاية بيكون دايما ونحاول دايما بيكون حلقة تواصل لنجحة ما بين اهل الخير والناس اللي محتاجة لخير شفنا سواء المجامعة التحويد شفنا قديم مبنى ومشروع عظيم ما بين مسجد ما بين دار تحفيز القرآن الكريم ما بين مصطوصف طبي مركز لغسيل الكلة ما بين كمان حضانات للاطفال فتوفير مثل هذه الخدمات لأهلين ده شيء مهم جدا بالذات لو كانوا فيه اماكن بعيدة شوية عن القاهرة والجيزة والسكندرية طب كنا وعدنا حضراتكم حنتكلم عن فكرة الاذان واهمية الاذان ورفع الاذان في بيت من بيوت ربنا لما يكون فيه بيت من بيوت ربنا مغلق او اي للسقوط ده قديمك يكون من نسبة لنا مشكلة في عدم وجود رفع الاذان هو جات الفكرة ذا يا دكتور الاذان في فكرة الاذان نفسها شوف حيطك دكتور احمد الاذان هو الشعيرة الوحيدة في الاسلام التي فرضت برؤية ملامية كل الاشياء فرضت عن طريق سيد نجيبي عليه السلام مع عدد الصلاة فرضها الله وصلاة بين الحق سبحانه وتعالى ورسوله في راحة الاسرائيل والمعراج لكن الاذان فرض برؤية منامية الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد النبوي مع الصحابة عشان يشوفوا حل الناس كتروا جدا في المسجد عايزين طريقة لإعلام الناس بموقيت الصلاة فأشار البعض انهم يعملوا نار حقات الصلاة عشان ناس يشوفوا النار فتيجي تصلي فلم يعني يحبث هذه الفكرة ولم يستحسنها صلى الله عليه وسلم بعد شواء الوقت بنجيب بوق وننفق فيه أثناء وقت الصلاة فرفضها النبي صلى الله عليه وسلم وقدرهم عودوا لابيتكم لعل الله يجد لكم مخرجا سيدنا عبدالله بن زيد ذهب إلى بيته ونام فرأى في المنام أن رجلا يرتدي ثوبا أخضر ومعه جرس قال له مفضلك أعطيني هذا الجرس قال له لماذا تحتاج هذا الجرس قال له أحتاجه لأعطيه لرسول الله ليعلن الناس بمعاد الصلاة قال له أفلا أدلك على ما هو أفضل من ذلك قال قل فقال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر للأذان اللي احنا عرفينه كله فرجل استفشر صاحب للنوم ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت في المنام كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا خير إن شاء الله ولكن علمه بلالا ليؤذن فإنه أند منك صوتا فعلن دارسهم جدا واحد في احترم التخصص نحن نحترم المتخصصين فاسألوا أهلك الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال له إن اللي شفته رؤيا خير إن شاء الله وكان الأدان هو الشعيرة الوحيدة في الإسلام التي فرضت برؤيا في المنام طيب الدكتور وهدان سؤال الأخير ليك وحنا بعد ما شفنا مجمع التوحيد وحيم الكبير اللي هو ما بين المساهمة في المساعدات الطبية هل يعد أيضا الإنفاق على علاج الفقراء والمساكين والمحرومين ومن أهلين الناس الغلابة اللي ما بتقدرش تتكبد مشاقة وتكلفة غسيل الكلا أو حضانات الأطفال ده بقى بجانب المساهمة في المساجد نحن نعمل كامع مجمع فيه خدمات عديدة جدا ده ثوابه إيه عند ربنا والله هذا ثوابه عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى أنك تمسح دموع هؤلاء المرضى وهؤلاء المحتاجين لما تفعل هذا العمل فقد أدخلت السرور على هؤلاء الناس وإدخال السرور على الناس له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى وأعظم حاجة في الدنيا أن تدخل السرور على المسلم حاجة تاني مهمة جدا اللي بيعمل ده عندما نعالج المرضى عندما نشوف مثلا مرضى الفشل كله ونعالجهم فإحنا بذلك ندخل عليهم الفرحة وندخل عليهم السرور ونخليهم في حالة السعادة وفي حالة فرحة وبكده ربنا سبحانه وتعالى حيكرمنا وبحنا هناخد كمان ثواب حاجة عظيمة جدا في الإسلام وهي عبادة ناسيها كثير من المصين اسمها جبر الخواطر أنت ما بتعمل بكده بتجبر بخاطر الفقير وإذا جبرت بخاطر الفقير يختفي الحقد الاجتماعي الموجود بين الأغنياء وبين الفقراء ومن أعظم العبادات عند الله عبادة جبر الخواطر قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما تقرب العبد بعمل عند الله هو أعظم من جبر الخواطر جبر الخواطر قد يكون بكلمة قد يكون بأي حاجة أنت تعملها ابتغاء مرضات الله نعم فكرة جديدة فكرة جبر الخواطر بشكرا جدا جدا للدكتور محمد وهدان عامل أزال قدير بشكرا جدا لدكتور وهدان شكرا كرام بكده خاصة حلقاتنا النهاردة بشكرا حضراتكم جدا أنت دائما بتتواصلوا معنا بيكون حلقة وصلة حق القيمة بين أهل الخير والناس اللي عايزة تقدم الخير وما بين الناس اللي محتاج لخير اللقاء نبيكم بيكون ثلاث مرات أسبوعيا جمعة وحد وثلاث من الخميسة حتى الساعة السادس المسان والإعادة بتكون سبت واثنين واربع في التساعة صباحا قرصت حلقتنا من الدين والحياة ولكن مستمرين في استقبال مشاكل حضراتكم ومطالبكم مع تحياتي أنا أحمد عبدون